تحتضن مملكة البحرين الدورة السابعة من منتدى سيسي التي تقام تحت عنوان الاستثمار في التنمية المستدامة هذا ويتبع المنتدى في دورته السابعة ما حققه من نجاح في دورات سابقة أقيمت في عدد من الحواضر العالمية تحتضن مملكة البحرين الدورة السابعة من منتدى سيسي الذي يقام تحت عنوان الاستثمار في التنمية المستدامة ويجمع هذا المنتدى مشاركة صناديق الاستثمار العالمية والمكاتب العائلية وشركات رأس المال الاستثماري وأصحاب الثروات وكبار المسؤولين الحكوميين وألمع الشركات الناشئة والشخصيات العامة المعروفة لمناقشة سبل الاستثمار في الاستدامة الطاقة الخضراء لا أهمية كبيرة أولاً ستوفر فرص عمل كبير لأبنائنا وبناتنا في الخليج ستعطي نوعية جودة الحياة في المدن وكذلك أهميتها في التعاون الدولي عندما عندنا الطاقة الخضراء في الخليج وكذلك في الشرق الأوسط وفي المملكة ستكون هناك تعاون دولي مهم وبناء ستهيئ فرص عمل وستطور الطاقة الطاقة ليست فقط على النفط الطاقة لها مردود كبير جداً عندما نطور المانغروف على الخليج العربي أو في البحر الأحمر عندما نطور كذلك الاستفادة من البحر في الطاقة الخضراء وفي الهيدروجين أنا طلعت عن البحرين خلال حياتي العملية سميتها الثري اتش الهيستري والهيريتج والهيومينيتي وهذا الشي يروحوا إلى جلالات الملك اللي طاول عمره اللي هي تونتي ثيرتي عن الاستدامة عن الكاربون كريدت وإذا تطلعين كلمة سي سي هي كلايمت شينج كاربون كريدت وكومينيكيشن أن كونتاكت يعني لها ثلاث صفات مثل ثري اتش هذا المؤتمر جبناه المفروض هذا يكون في دبي جبناهني عشان أكد هذه المحل والبحرين أحد الدول بالعالم اللي هي رائدة في هذا المجال الاستدامة يهدف المنتدى في دورته الحالية إلى تسليط الضوء على المبادرات الخضراء وفرص الاستثمار التي تتميز بها المملكة بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 يحظى موضوع الانتقال إلى الطاقة الخضراء بهمية كبيرة أعتقد أن الحكومات والقطاع الخاص يقومون بأمور مذهلة لأنه بينما لا يزال النفط موجودا وربما لن ينفد إلى سنوات طويلة قد تم بالفعل التحول نحو الطاقات الخضراء واستكشاف قوة الشمس وقوة الرياح وقوة الهيدروجين وهذا أمر رائع أعتقد أن المنتدى يخلق فرصة ممتازة للناس في جميع الحال العالم بالالتقاء في نقطة مركزية هنا في البحرين لمناقشة الفرص واستكشافها حقا والنظر في كيفية جعل الكوكب مكانا أكثر أمانا وأفضل وأكثر إخضرارا بالإضافة إلى استكشاف طرق معالجة التحديات لأننا جميعا نواجه نفس التحدي وهو تغير المناخ إنه لأمر رائع أن نكون هنا في البحرين لحضور هذا المنتدى الذي تم وصفه بدافوس الخضراء لاستكشاف قضايا الاستدامة والبيئة التي تمثل تحديا كبيرا في العالم تشمل القضايا المطروحة في مناقشات المنتدى العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة النظيفة واستراتيجيات الحكومة والاستثمارات المؤثرة والمحافظة على المحيطات بالإضافة إلى التكنولوجيات الصاعدة إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والعمل الخيري ومشاريع الدمج الاجتماعية الدورة السابعة لمنتدى سيسي تنطلق في البحرين لتصلت الضوى على المبادرات الخضراء وفرص الاستثمار التي تتميز بها المملكة بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين